النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف والثابت عنه أن يده لم تمس يد امرأة لا تحله يعني امرأة غريبة أو أجنبية لم يلمس قط في حياته صلى الله عليه وسلم بل نهى عن ذلك طيب هذا الأمر أيها الأحبة هل جاء عبثا أم أن هناك حكمة من هذا الأمر هناك للأسف بعض من علماء المسلمين يحلل مصافحة الرجل للمرأة الغريبة التي يعني تحله أو الأجنبية نسميها ماذا كشف العلم وراء هذه المصافحة ومخاطرها وبخاصة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أنا أحب دائما أن أتحدث بلغة الأرقام والتوثيق العلمي والبحث العلمي دعونا نتأمل هذه الدراسة التي قام بها أحد الباحثين حديثا وماذا كشف عن مخاطر هذه المصافحة دعونا نتأمل هذا الفيديو بحث علم غريب من نوعه يكشف أن عملية المصافحة بين البشر لها آثار أكبر بكثير مما نتصور فالمصافحة تحدث تغييرات في الوجه وتغيرات في الدماغ ويمارس لإنسان عملية شم رائحة الآخر بشكل لا شعوري من خلال شم يده بعد المصافحة وهذا يحدث لا شعوريا حيث يقوم الدماغ بحفظ وتحليل رائحة الطرف الآخر ويكون الأثر كبيرا في حالة اختلاف الجنسين إن يد الأنثى تكون عادة أصغر من يد الرجل وخلايا الجلد لدى الأنثى تتوزع بشكل مختلف عن الذكر وكذلك تأثير يد الأنثى يختلف عن تأثير يد الذكر بسبب اختلاف كل منهما وكذلك رد فعل الدماغ أيضا يختلف أثناء المصافحة الدراسة أيها الأحبة تؤكد حدوث تغيرات خاطفة على الوجه وبخاصة عندما تتم المصافحة بين الجنسين مختلفين وطبعا يعني يؤكد العلماء من خلال تجارب قاموا بها أن التغيرات أيضا تحدث على الوجه وتمتد أثر هذه المصافحة لليد الثانية فتتهيأ لللمس أيضا ويقوم يعني طبعا الإنسان يقوم بشكل لا شعوري بشم يده بعد رائحة يده بعد أن يصافح امرأة غريبة بالذات يعني هذه الدراسة أيها الأحبة قام بها معهد بيكمان انستيوت فور ادفانس ساينس اند تكنولوجي عام 2012 أثبتت أن المصافحة لها أثر كبير في تعزيز العلاقات الاجتماعية وكسب الثقة بين الناس وتقوية الروابط والغريب أن أحد الباحثين وهو باحث إسرائيلي قام بدراسة لتأثير المصافحة بين الرجل والمرأة ووجد أن الرجل يقوم بشم يد المرأة بعد المصافحة أو شم يده طبعا بعد المصافحة وهذه العمليات تتم بشكل لا شعوري وتترك انطباعا في الدماغ هذه الدراسة نشرت ملخصا عنها جريدة جارديان عام 2015 حيث تقول إن بعض الناس أيضا يشم رائحة الخوف أو المرض لدى الآخرين من خلال مصافحة وتقول الدراسة إن الرجل يصرف وقتا أطول في شم يده لالتقاط آثار رائحة المرأة التي صافحها وهذه الرائحة يمكن أن تؤدي إلى الإثارة الجنسية لدى الرجال بل وتحرض على المنافسة للحصول على هذه المرأة وهذه الغريزة موجودة بشكل أوضح لدى بعض الحيوانات سبحان الله أيضا إن المرأة تلمس أجزاء من جسدها وشعرها ووجهها بحركات لا شعورية خلال حياتها اليومية وبالتالي تعلق هذه الروائح على يديها وعندما تصافح رجلا فإن رائحة هذه الأجزاء يلتقطها الرجل من خلال يده ويحللها دماغه بشكل لا شعوري وهذه امرأة قام رجل بمصافحةها وتصويرها أثناء التجربة وهي على اليمين كما نرى تشم رائحة يدها بعد المصافحة طبعا هذه الرائحة تبقى مخزنة في الدماغ ويتم استعادتها لدى رؤية المرأة نفسها مرة ثانية وبالتالي يزداد التأثير ويشعر الإنسان برغبة في التواصل مع صاحبة هذه اليد وبالتالي هناك احتمال لنشوء علاقة محرمة بينهما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا حتى نهى عن تعطر المرأة أيضا وبالفعل كشف العلماء أن هناك مواد اسمها الفيرمونات يفرزها الجسم بشكل طبيعي لجذب الجنس الآخر وتختلف من شخص لآخر هذه الفيرمونات ويمكن لبعض أنواع العطور المثيرة التي تستخدمها النساء أن تؤثر على الرجل وتعزز وتحفز لديه الغريزة الجنسية سبحان الله يعني أيها الأحبة هذه حقائق موجودة من أحب أن يطلع عليها والبحث موجود النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال أي ممرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها يعني كان هدف تعطرها هو أن يجد ريحها النساء فهي زانية وكل عين زانية رواه أحمد والنساء وأبو داود والترمذي وابن حبان إذن أيها الأحبة هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع أي احتمال إثارة جنسية أو نشوء علاقة محرمة لأننا سوف نصل إلى النتائج التي وصل إليها الغرب أيضا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة لا تحله أو تحله عفوا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني ورجاله ثقات رجال الصحيح لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له يعني انظروا أيها الأحبة الحرص يعني كل هذا لماذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حريص لأبعد الحدود ليقطع المشاكل التي يمكن أن تحصل ونحن نرى الإحصائيات اليوم يعني قلنا في أمريكا حسب آخر إحصائية لمركز سي دي سي مركز التحكم والسيطرة على الأمراض الجنسية في أمريكا وهو مركز شهير جدا يقول هناك 110 مليون أمريكي مصابون بأمراض جنسية معدية بعضها يكون خطير مثل 110 مليون يعني أكثر من ثلث الشعب لماذا؟ لأنهم لم يراعوا هذه الأمور وتكلفت هذه الأمراض الجنسية مليارات الدولارات تنفق سنويا كتكاليف كلها خسائر للاقتصاد بسبب عدم مراعاة هذا الأمر بالله عليكم أيها الأحبة هذا النبي الكريم أليس كما وصفه الله تعالى وقال في حقه بالمؤمنين رؤوف الرحيم يعني هل توجد رحمة أكثر من رحمة هذا النبي بنا لذلك نهانا عن كل شيء يمكن أن يؤدي بنا إلى التهلكة صلى الله عليه وسلم